القطاط لحضراتكم شافينا دي على الهوى مباشرة نهاردة طبعا ميستر كولر قرر انه ما يكونش فيه راحة يعني نهاردة اللعبة اتمرنت الصبح حنسافر تالت خدوا بالكم انه ودي جزء يعني انا مبالح طبعا يعني كنت سعيد جدا 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 ان المباراة تهت فوقتها الاصلي كنت سعيد جدا 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 بالقضية الجديدة التخصص مجدي افشا ومجدي افشا اعتقد انه بالهدف ده حيرجع لنا افشا اللي احنا عارفين صحيح هو بازل مجود كبير وقدر يعني يرجع لجزء او استعاد جزء كبير جدا مستوى لكن انا شايف انه افشا لسه عنده اكتر من كده بكتير والهدف بتاع انبارح ده اعتقد يقدر يكون واحد من الضافع اللي ترجع افشا مرة تانية لكن ليه بقول كده لانه بقول احنا رحنا تطوان ومن تطوان رحنا تنجة والنهاردة القطاط اللي حالكم شايفينها على هوا الوقت هي بداية رحلة جديدة من تنجة للرباط الرباط اللي هتصطديف مباراة الاهلي وريال مادري دي طبعا لقطة مع اعتقد العاملين في جوه الفندق طبعا ونتمنى طبعا رحلة هتستغرق حوالي اربع ساعات وده جزء من التعب والارهاق اللي الجمهور ما بيحسش به انت بالنسبة لأهلي سافر المغرب لعب كاس عالم لكن بتاخدش بالك انه بين كل مباراة ومباراة في رحلات رحلة من تطوان لطنجة ورحلة النهاردة من تنجة للرباط بيبقى طبعا حجم الارهاق كبير جدا على اللعيب عشان كده انا قلت انه يعني في مصلحتنا جدا جدا وربنا اكرمنا بهدف قبل نهاية المباراة في وقتها الرسمي لانه اللعيب من برحلة لو كانت كمان لعبة شوت اضافي كانوا هيبقى بزلوا مجهود كبير جدا 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 في خلال تلات ايام تلعبت الاربع ولعبت السبت مع بطل اوكيانوسيا وبطل الكونكا كاف فبالتالي انك تبقى طالع من المعركتين دول منهم واحدة كمان بوقت اضافي قبل ما تروح تلعب مع الريال تلات مطشاط من العرد تقيل في اسبوع واحد كان هيبقى شيء مرهق جدا فالحمد الله ربنا اكرمنا وقدرنا نحسن مباراة 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 مواجهة ساتل ساوندلز في الوقت الاصلي اعتقد الى حد ما ده هيخفف شوية من الحمل البدني على اللعيبة احسن ما كنا لعبنا طبعا 120 دقيقة في النهاية ميستر كولر قالك مفيش راحة وهنبدأ الاستعداد والراجل حقيقة واضح انه مذاكر او محضر بينه وبين نفسه لفكرة مواجهة ريال مدريد وده طبيعي جدا لكن خلينا اقولك كمان انه النهاردة كان فيه مواجهة الريال في الليجة في اسبانيا كان بيلعب مع ريال مايوركا والمباراة انتهت بخسارة الريال واحد سفر مش بس كده من نتائج المباراة ايضا انه تيبو كورتوى حالس المرمى الاساسي في ريال مدريد وحالس مرمى طبعا منتخب بلجيكا واحد من افضل الحراس على مستوى العالم فيه احتمالية انه يغيب عن مشاركة الريال في المباراة اللي جاية في كاس العالم العندية لانه النهاردة وهو بيسخن تعرض لاصابة في العضلة الضمة صحيح يمكن مفيش تفاصيل عن مدة غيابه لكن ما تنساش كمان انه الريال عنده مواجهة مهمة جدا مع ليفر بول نفس الشهر ده في تشامبيونز ليج ودي بالتأكيد دخل في اعتبارات وفي حسابات الجهاز الفني لريال مدريد يعني مع انشلوت يفكر مليون مرة قبل ما يستعين بعدد من النجوم لانه مش كورتوى بس اللي مصاب عندك ايدن هازرت مصاب عندك ايدر ميليتاو مصاب عندك كريم بن زيمة مصاب وحتى لو كانت حالتهم في خلال الايام اللي جاية ممكن تسمح ليهم بالمشاركة فقد يكون هناك تخوف من الجهاز الفني من كارلو انشلوت انه يجازف او يخاطر بواحد من النجوم دول في مباراة مباراة قبل نهاية كسر عالم قبل ما يروح طبعا لمواجهة الشامبيونز ليج في مواجهة ليفر بول فالحسابات هتكون معقدة جدا لكن بعيدا عن حسابات الريال انا اللي همني حساباتي حساباتي انا كانادي اهلي وهنا انا زي موجهة رسالة للعيبة انا 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 ها قبل ما يروح طبعا اشتركوا في القناة